السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا اليوم درسنا هو الدرس الثالث من الوحدة الخامسة lesson 3 unit 5 اللي هو عبارة عن قطعة موزارية كأسئلة وأجوب عليها وإنما ممكن تجي كأسقاطات واستفادوا منها معاني I've been coming here since 2009 أأتي إلى هنا منذ 2009 ومن ضمن هذه القطعة تقريبا تركزلي على زمن المضارع التام المستمر اللي راح إن شاء الله نعيد شرحها بشكل بسيط مع أنه مشروح بالمحاضرة اللي قبلها محاضرة المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر وقلت لكم أنا شرحتهم في محاضرة كاملة فقط هاي الزمنين حتى نبدي نتهيئ للجاي ما نظل نعيد كل محاضرة نفس المعلومات على العموم التمرين القواعد راح يكون موجود بهذه المحاضرة هو تمرين نسميه تمرين الhow long ومن الأسئلة اللي مهمة بالوزاري القطعة بها أسئلة فوق النص ما القطعة يعني بهذه النص هذا موجود وفوق أسئلة عني جاوبتها هاي الأسئلة انتوا ما مطالبين تحفظوها يعني ما راح يجيكم السؤال how long has Steve Harbour been coming to Iraq ما يجي لكن احنا مجرد نطلع عليها لأنه ممكن يكون طلاب معكم يداومون ويطالبون به المدرسين أو ممكن تيجي منتحانات شهرية على العموم راح أقراها للقطعة وبعديا نجي نشوف هذه الأسئلة The happy traveler المسافر السعيد This week Steve Harbour tells us about his favorite Iraqi tour company اليوم هذا استيبهار برح يخبرنا عن شركة السفريات شركة النقليات شركة السفر اللي هو يفضلها بالعراق اللي هي سفار تورز شركة نقليات السفار أو شركة سفريات السفار يقول I've been coming here out to Iraq on business since 2009 أجل العراق من أجل العمل منذ 2009 In fact وفي الحقيقة In all I've visited this country في كل المرات اللي زرت بهذا البلد 15 times now 15 مرات اللي حدلان And I still thoroughly enjoy ولا زلت أني أستمتع كليا هذه تفيدنا thoroughly enjoy my trips here أستمتع بالرحلات هنا I usually extend it extend يوسع يمدد ما يستي بقائي في العراق by a couple of extra days دائما مثلا يعني الرحلة موانتت بي 15 يوم أزيدة في يومين 3-3-18 سوية 20 يوم ليش because one of the things I love doing here من الأشياء اللي أحب أعمل هنا is going on excursions أن أذهب في رحلات جولات on doing some sightseeing وأقوم بالتجول في المدن والأماكن الأثرية والسياحية that's how I discovered وهذا اللي اكتشفت سفار تورز شركة نقليات السفار which is one of the of Iraqi's longest established travel companies واللي واحدة من يعني أفضل وأقدم وأكبر وأطول شركات المؤسسة للسفار في العراق يعني أعدهم فروع هو يقصد established مؤسسة establish USS من الشركات اللي رائدة في هذا المجال in fact سفار تورز في الحقيقة شركة السفار have been organizing ينظمون هم مستمرين بتنظيم trips الرحلات and excursions والجولات والنزهات for over 30 years منذ أكثر من 30 سنة أحمد سالم is the owner and manager of safar tours أحمد سالم هو مالك ومدير شركة السفار I've known him for three years now وأنا يعني أعرف منذ ثلاث سنوات هنا لاحظوا يعني أغلب الجمل كان بيها مضارع تام مستمر وديقول now للآن فهذا الفعل هو مستمر لكن هذا الفعل رح يفيدني فدي شوي بالشرح أنه ما يخلو لي ing فقالها أنا أعرف منذ ثلاث سنوات and I can honestly say ويمكن أن أقول بصراحة أيضا هذه تفيدني that all his tours have most definitely lived up to my expectations هاي اللived up with my expectations خلنقول كله هاي أيضا تفيدنا الكلمة أو العبارة فيقول آني أقول بصراحة أنه هاي الرحلات هي يعني وصلت وارتقت لمستوى توقعاتي I have never been disappointed لم يخبضني أبدا in any way by any of the tours he has organized for me بصراحة ما رجيت ولا مليت ولا انصدمت أو أحبطت شعرت بخيبة الأمل بأي رحلة هو نظامها إلي I've been on trips to the desert رحت في رحلات نزهات جولات يعني سافريات إلى الصحراء desert I have visited the castles in Zakhou زرت قلاع Zakhou and the ruins 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 آثار وأطلال الحضر and been to Babylon city three times already وارحت لمدينة بابل ثلاث مرات لحد الآن that's only to name a few وهذا شي بسيط من كثير غيظا من فائض يعني شي قليل قطرة ببحر من اللي أعرفه ومفروض أحتي وأقوله سفار Tours was started by Ahmed's father شركة السفار أنشئت وأسست وبدأت من قبل والد أحمد إبراهيم إذا تقول لي شو هو اسم أحمد سالم وهنا الأب تقول إبراهيم ذاك اسم جد يعني فهو أحمد إبراهيم سالم عام 1967 in 1976 in a little office in Rashiith Street إن شاءوا هذه الشركة في مكتب صغير في شارع رشيد over the years وبمرور السنين the business has grown الشغل مالتهم والعمل بدأ ينمو considerably considerably يعني بشكل ملحوظ وجدا يعني نمى بشكل كبير and they've moved off offices several times وتنقلوا بالمكاتب لعدة مرات يعني يوميا شغلين بمكان since last July ومنذ آخر تموز يعني أحنا مثلاً ليقول إحنا بأب فبتموز هما they have had a very attractive modern office انتقلوا إلى مكتب جميل attractive جذاب modern حديث on Al Saadun Street راحوا وشالوا من شارع رشيد وانتقلوا لشارع السعدون I arrived here last Monday أنا من يوم الاثنين الماضي أنا موجودة هنا so I've now been in Iraq for eight days وأنا حالياً بالعراق صال ثمانتيام since Thursday ومنذ يوم الخميس when I finished my business من أنهية العمل مالتي I have been going on tours around the country أنا مستمر حالياً بريئة تنقل في جولات في البلد I could never have achieved لما أكن لي أحصل وأنال وأوصل so much أكسب هذا كله without the help of أحمد سالم بدون مساعدة أحمد سالم آت سفار tours I certainly بالتأكيد wouldn't hesitate hesitate at read that to recommend recommend يعني أزكي أو أوصي بهذه الشركة to anyone considering لأي شخص يخلي في الاعتبار on extended stay بقاء مدة أطول يمدد ويمدد فترة بقاء بالعراق يعني يحاول يأخذ أيام إضافية لحنا الكلمات اللي أنا مثلا أشرت عليهم ذوله وحاولت أنه أميزهم باللغضة يعني أضخم extended أقول مثلا hesitate هنه ذنين اللي ممكن تجيك أنت إسقاطات يعني ممكن يجيبون هاي الجملة بضبط هذه I certainly wouldn't فراغ to recommend this company مثلا فإنت hesitate رح تلقاه فلازم تعرف المعاني وتعرف تقرأ القطعة أكثر من مرة تحاول ذنين الكلمات تحط الدفتر خارجي تدون اللي تبدو تحفظ معاني حتى تفيدك إن شاء الله بالمستقبل انتهت القطعة هذه خلن نقرأ بس مجرد قراءة للأسئلة اللي كانت هي موجودة How long has Steve Harvard been coming to Iraq since 2009 How many times has he visited the country 15 times How long have Safar Tours been organizing tours for over 30 years How long has Steve Harvard known Ahmed for 3 years How long has Safar Tours had their office on El Saadun Street since last July How long has Steve been in Iraq so far in this visit for 8 days so far on this visit What has been doing What has he been doing since finishing his business He has been going on tours around the country since finishing his business انتهت القطعة وقلت انه انتو تقرأ اكثر من مرة حتى تشوف شنو كلمات تستفاد من عدها نجي لهذا التمرين البسيط اللي بعدين ممكن يكون انه تكمل او يجبو توصيل بها الصيغة وحتى عدنا سنرح نشوف تمرين بي اختيارات ذنه الكلمات اللي قلت لكم راح نحتاج هم ذول مثل هذي اللي صارت باللون الاصفر lived up to my expectation وهذن هي راح يردوها تكتبها تكملها فthoroughly تصير وياها enjoy استمتع تماما او يستمتع تماما خلق I can honestly say استطيع ان اقول say honestly بصراحة lived up to my expectation expectation توقعات expectations lived up to my expectations يعني وصل لمستوى التوقعات to name a few يعني هذا شي قليل من كثير يعني مرة واحد من يحكي ويعدد اشياء ويقول او بعده هوايا كشالات يعني انا هاي شي قليل من هذا ذكرته هذا مهم وحفظوه انذني العبارات يعني تحفظوا للثانية على الاقل ك املاء هم رح يجيو لكم الاولى يعني لا تخافون فاحنا لازم ندبر الثاني على الاقل او ممكن تجي توصيل وايضا موجودين بتمرين يعني هيك جملتين ثلاثة فيه بنكاء اختيارات ان شاء الله بعدين نشوفها من الحلسن 9 هس ننتقل لتمارين احنا نسمي how long تمارين how long هذا من التمارين المهمة يعني لازم انت تعرض شوان تتعامل وياه بس قبل ما نبدأ بي لازم شوية نذكر بالمضارع التام المستمر اللي هو present perfect continuous هذا المضارع التام المستمر اللي رح يكون يتكون من have has been ing هاي تركيبة مالتا وقلنا دلالاتها ممكن تشوفون recently أو all وياها وقت بالمحاضرة اللي ذكرنا بيها او شرحنا بيها مضارع التام المستمر مضارع التام المستمر احنا من نقول التام لازم نحتاج have وhas ومن نقول المستمر لازم يكون الفعل ing لكن قلنا احنا دائما رح نخلي كلمة been بين have والhas والفعل ing وهي الbeen ما تتغير ما تتحرك ما يصير بها اي شي مجرد نكتبها ونتشف شرحها خلينا نروح للتمرين هذا التمرين كتاب النشاط صفحة 96 هو التمرين اللي رح نعتمد على زمن المضارع التام المستمر بالاساس باعتبار يحتي فكرة زمن مستمر او حدث مستمر لكن رح هذا التمرين واهميته وشو رح نتعامل الجمل الماض الجمل تجي بهذه الطريقة you have a friend who's learning Japanese انت عندك صديق ديتعلم اللغة اليابانية رح تسئله how long learn Japanese كامل مدة يعني منذ متى تتعلم اليابانية هذا التمرين احنا رح نسميه بالاسم تمرين how long يعني انت تسجل ما كسب المنزمة هنا بالضبط تكتب هذا تمرين how long حتى تعرف احنا قلنا تماريم مالتنا بالمسميات عندنا تمرين never وتمرين سميرة وهذا هذا تمرين how long فما رح نقول احنا عندنا تمرين المضارع التام البسيط ومضارع التام المستمر ومعرض شونا لا احنا نسميهم بالاسامي نعرف نتعامل يهم مع انه هما يتعاملون ويا الازمة اللي ذكرناها وشرحناها بس لانه الجمل تنذكر او تنحل بطريقة معينة حتى نقدر نتعامل ويا طالما احنا نتعامل ويا منهج طبعا المعلومات اللي رح تنذكر بهذا التمرين هي مو 100% ترهم او وحيدة خلي نقول بهالمعنى باللغة الانجليزية بشكل عام يعني إذا نطلع خارج إطار هذه الصورة هذا الكلام مو صحيح في مواقف معينة او لا يجي واحد يقول ليش نقول هذا مستمر وهذا مو مستمر وبعدين من خلال الشرح فهنا بهالحالة رح ينطوني تمرين هذه جملة افتتاحية تينطوني موقف وبعد يقول لي استخدم هاي الجملة خلنجي النقاط معينة يعني حتى تنتبهون شو تعملون بهذا الموضوع اولا الجملة مالتي الحل مالتي يبدي من هولون هاي خلو ببالكم يعني هذا المذكور ما رح نكتب بالجملة ابدا هاي وحدة ممكن بالوزاري بالامتحانات بس يجيب هذه يعني ما رح ينطيني المقدمة كلما هانالك جملة بهذا الطريقة ويقول استخدم وبعدين نشوف المطلب فأني ممكن ألقى مطلب ممكن ما ألقى بس حتى لا أتشوش ولا أرتبك وصير 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 علي وأحط كلمات بالحل يجوز هي مو صحيحة أو مو مكان المناسب أو ما احتاج ها انت دائما خلي بالك يم من عدها فما فوق يبدو الحل واذا لقيتها مثلا لنفترض هذا القوس أو الحد علامة السؤال وبعدها كلمات هم لك علاقة بالباقي انت تعامل منها لغاية العلامة السؤال هذا اللي رح يدخل بالحل فاذا تلاحظون كل الجمل بها جملة افتتاحية طبعا رح أذكر عني ترجمتها اللي ما رح تعتمد انت عليها فنجي للجملة احنا قلنا رح نستخدم مضارع تام مستمر بهذا التمرين ومطعم خلي نقول ومدمج وقسم من الجمل تلحل بالمضارع التام البسيط يعني ما رح يعني ما ردت أسوي بعنصر المفاجئة لكم رح أشرح من البداية بوضوح يعني لانه باليوتيوب مثلا أشرح أو أحل هذا التمرين بطريقة بعدين أذكر انه الجمل بها خطأ ولازم تلحل بهذا من ناحية انه يعني حتى خلي الطالب شوي ينتبه أكثر انت أنا من البداية رح أكون صراح ولكن هذا التمرين يأخذ الزمن يعني اللي هما مضارع تام بسيط ومضارع تام المستمر بس يا جملة رح تنحل مضارع تام مستمر يا جملة تنحل مضارع تام بسيط رح نعرفها نجي للنقطة اللي ميزت بها تمارين من الخمسة ومثل ما شفتوا بتمرين سميرة انه ينطوني أجزاء من الجملة فأني هنا منطيني هولونغ أداة سؤال منطيني فعل ليرن ومنطيني جابانيز باعتبارها تكملة هنا هذه الجملة بحاجة إلى فاعل وهذا الفاعل بما انه جملتي رح تصير للمضارع التام فرح أحتاج هاف وهاز وبما انه الفاعل بعدنا ما نحدد وما نعرف منه فراح هسا نجي نحدد بعدين ياخذ هاف أو هاز لهذه الجملة من تجي تقول لي زين أنا شمدري ما رح أحل المضارع التام بصنفه يعني بالشكل يعني اللي هو مضارع التام بسيط أو مستمر أقول لك على مسؤوليتي إذا أجاك سؤال هولونغ فهو هذا للتمرين اللي رح نحل هذا حصريا يعني ما رح يكون موجود عندك بغير تمرين وبغير قاعدة فنبدأ أنا حتى أحل الجملة هو قال لي يو أنت عندك صديق ويتعلم لغة يابانية ورح تسأله أنت رح تسأل صديقك من تسأله هو منه هو يو بكل الأحوال يعني أنت رح تسأل واحد فيقول لك كون جملة بأنه تسأل صديقك تسأل أي شخص معين بهذه الجملة فباعتبار أنا خاطب واحد إذن هو من الفاعل يو هذا الفاعل يحتاج من الهاب والهاز يحتاج هاب وإحنا رح نكتبها يعني هسا خلين نقول بها الطريقة يو هاف زين أنا جملة أصلا هي سؤال فإذن شا صير عدي هاف يو يعني من البداية فاعلنا يو جملة أو تمرين هاولونج هذا ضمنا مثل ما الفاعل هو آي بتمرين النهر من نقول نلقى تمرين نهر استخدم ورح تستخدمون دائما نقلنا ستاندرد هو الفاعل آي بتمرين هاولونج لستاندرد ما لاتنا منه يو اليو تاخذ هاف وتتقدم عليها زين إحنا شرح نبدي بيش بالهابيو لول نبدي بأداة السؤال فأكيد رح نبدي بأداة السؤال اللي هي هاولونج هابيو وبعدين نبدي نستمر بالجملة فأني رح أكتب الجملة بهذه الطريقة وبعدين رح نروح للتمرين فور فأنا رح لكم جملتين اللي هما أنه أنا من الفاعل رح يكون يعني قبل كل شي رح نكتب هاولونج هذي ونقول هاو يو زين أنا زمن رح أستخدم زمن المضارع التام المستمر فأصير هاولونج هاو يو بين و ليرن أصير ليرنين وكمل الباقي جابانيز ونخلي علامة السؤال هذا الحل ما لاتنا رح نكتب هاولونج ونكتب هاو يو بعدين نكتب بين لأنه مضارع تام مستمر هاو لونج هاو يو لهنا أقف فبما أنه مضارع تام مستمر رح أكتب بين ولأنه الفعل نضاف لإنج فأصير نوينج وأكمل الباقي مثلا وأقول علامة السؤال فهذا الحل ما لاتنا احنا نكتب هاو لونج هاو يو بين ونحاول الفعل للإنج ونكمل وهذا التمرين لكن رح نجي نناقش جزئيات معينة أنا قلت لكم هذا التمرين رح يأخذ الزمنين مضارع تام مستمر ومضارع تام بسيط فالشوكت رح أستخدم مضارع تام بسيط شوكت رح أستخدم مضارع تام مستمر نلغي هاي الحلول ونصعد فوق ونشوف هذا اللي مكتوب قبالنا ورح نكتب عليه هالكم خطوة ضد الخطوات أنا بس مجرد هيتش تذكير لكم مثل ما تعرفون أنا ما أعترض الخطوات يعني يريد الواحد يفهم ماذا يفهم بس على العموم خلي نكتب هالكم نقطة اللي موجودة عندنا وما نعتبر خطوات بالمعنى الحرف يعني انت بعد شكام يوم ما ردك شي حافظ أولا نضاع ثانيا مجرد أعطاء فكرة الأكثر عقل فأني أجي أقول بمجرد تشوف عند رؤية هاولونغ هاي من نلقى هاولونغ نقوم بالخطوات التالية لازم نفهم شنسوي فأني ذالي قيت هاولونغ بالجملة بداية الحل فأني أعرف هذا تمريني هاولونغ من فعله يو اليو ياخذ بالزمن التام ياخذ هاف اليو عند رؤية هاولونغ في السؤال نقوم بالخطوات التالية ما راح أكتب أرقام واني أكتر هالأرقام لأن طالب نشوفها واحد ثلاث شوية مزعجة هيتش نقاط عامة يعني نكتب احنا بداية الحل نكتب هاولونغ هاف يو هاذي اكتب لي هاولونغ اكتب هاولونغ هاف يو هاي البداية مالتك كل التمريد راح يبدأ هاولونغ هاف يو بعدها من تكتب هاولونغ هاف يو نروح للخطوة الثانية الخطوة الثانية شنو ننظر لفعل الجملة تروح تشوف لفعل الجملة اللي عندك learn play read write see go find اي فعل اللي هم واضعي اكي واحنا عدنا كم تمريد نا باذا كم فعل باذا التمريد فنشوف فعل الجملة نجي نقطاية صغيرة يعني هاي النقطة تتفرع من هاي النقطة انا اقول هاي نقطاية باعتبار يعني تغيير النمط ولا هي هاي اضغر النقطة بس خلي نقول فرع انا قلت مارد اكتب واحد اثنين ثلاث وبعد اثنين تصير اليف وبعد هاي النقطة اللي قدنا يعني تجي منك تكتب هولون هاي روح للجملة مالتك اذا الفعل واحد من هاي الافعال فراح نسوي خطوة معينة واذا مو من هاي الافعال نسوي خطوة ثانية نجي للخطوات لو كان من ضمن افعال الجدول ادناه شراح يصير عندي نحوله تصريف ثالث ونكمل الحل يعني اذا لقيت واحد من ذني الافعال حول تصريف ثالث فالبي تكتبها بين وتكمل نو تكتبها نون وتكمل هاب تكتبها هاد وتكمل لوز تكتبها لاست وتكمل لف تكتبها لف وتكمل والسي تصير سين وتكمل وعدنا دروب هاي نكرر البي ونضيف ايدي ونكمل ايضا الافعال اللي يستخدموها كوزار وتمارين ما تعدت اكثر من هذا الفعل وهذا الفعل وهذا اللي على ضعه هذا التمرين هذا الفعل رح نلقى بغير تمرين بس نستفاد من عنده انه هذه الافعال هذه الافعال لا تأخذ ing حسب حسب هذا التمرين بس بهذا التمرين نحن نحكي يعني من تلقى بغير مكان بغير تمرين بغير قاعدة لا تجي تقول مو انتقلت هذا الفعل ساكن وهذا الفعل متحرك لا احنا نحكي على ضعه تمرين تتعامل بهذه الطريقة بغير تمارين بغير قاعد لا ياخذ ing فاحنا هنا هؤلنا نسميهم افعال ساكنة وخليني اشرح لك بشكل بسيط شنو فعل الساكن الفعل بي خلن نعتبر هو فعل اصبح يعني واحد يبقى صار لك شغلت صاير صرت مثلا المدرس صرت مهندس فهنا بهذه الحالة هو مع انه اصبح مدرس مثلا بسنة الفين صار مدرس وبعد مستمر لحد الان مدرس مهندس طبيب ضابط لحد اللحظة الان اسئله فما معقولة هو مستمر انه يصير هو صار اصبح ضابط بس المدة اللي نقولها ما بيها استمرارية فما رح نستخدم ing نجيب الافعال بالنسبة للفعل ايضا يعرف واحد عرف معلومة مثلا فباقية هي ثابت يعني مو يومية يعرف ها خلي نقول هذا الفعل ما بي اكشن ما بي حركة واحد يملك اي شي بالدنيا يملك بيت يملك سيارة يملك صديق يملك فلوس ايضا ما كو اكشن هو ثابت عندي عندي سيارة عندي بيت عندي صديق عندي مشكلة ما كو اكشن هي مجرد امتلاك الشي لوز كذلك ليفضد ويضيع شي مع انه مستمر ملاقي لحد الان لكن هو فعل ثابت ما بي اي حركة ما نشوف قدنا نقول به المعنى هذا السيل يرى ايضا والدروب على العموم والليف يسكن بمنطقة يسكن المكان فهو ثابت نرجع ونأكد انه حسب هذا التمرين هاي الافعال فهمت مغزاها معناها دلالتها خير على خير ما فهمت حسب هذا التمرين ما تضيف الان جي من يجوك لضيف الان جي تحول هم للتصريف الثالث وينتهي موضوع عندك بالنسبة انه للنقطة الثانية هسا احنا قلنا بعد ما نكتب how long have you نشوف فعل الجملة اذا لقينا يعني من ضمن المجموع نكتب how long have you وننظر لفعل الجملة اذا لقينا من ضمن افعال الجدول هذي فنحاول تصريف ثالث ونكمل الحل ونخلي علامة السؤال ما لقينا يعني لو لم يكن بحيث مو من ضمن هاي المجموع لم يكن من ضمن افعال الجدول ادنى يعني انت لقيت اخر اخر ما لقيت رحش نسوي نكتب بين انت سمو كاتب how long have you تكتب بين وبعد ونضع او نضيف تريد ing الى الفعل هذي لازم تكتبها انت وعلى راتك بحيث تجي للجملة بقى بادية عندك الجملة how long قالي لك استخدم how long فاكتب how long have you بعدين نروح للجملة وانت كلب الاسئلة شوف فعلها من هاي المجموعة حاولها تصريف وكمل مو من هاي المجموعة تكتب ورا how long have you تكتب بين وبعدين تجيب الفعل اللي هو مثلا نفترض على سلمسال play يصير playing read يصير reading وwriting وتكمل الباقي وتخلي علامة السؤال خلي نحل ذن الجمل ونشوف شاح يطلع عندنا الحل فاني هسه رح اطبق القواعد انه اكتب how long have you رح اجي اشوف فعل الجمل مالتي learn قدامك الصفحة هل هو من ضمن هاي المجموعة اكيد لا فرح اضيف او اكتب بين وبعدين اجيب الفعل مالتي اللي هو learn وهنا ضفت ing صار learning يعني الاضافة مالتي صارت هذن الاثنين واكمل الباقي اللي هو japanese واخلي علامة استفهام نشوف الجملة الثانية وايضا رح نبدي how long have you احنا اتفقنا مجرد اشوف how long بالجملة هنا مثل هاي اكتب how long have you ارجع اشوف الفعل مالتي هل الفعل من ضمن المجموعة نعم من ضمن المجموعة وعليه نحول تصريف ونكمل الباقي شنو الباقي بالجملة اللي هي a pilot pilot hello a pilot فهنا اعدنا واخلي علامة السؤال انروح للجملة البعد نكتب how long have you هذي how long have you اروح اشوف الفعل write من ضمن المجموعة لا اذا اكتب بين هذي بين ورح اجي اكتب الفعل write طبعا الفعل اللي ينتهي بال e نحذف ونضيف ing ونخلي علامة السؤال صارت how long have you been writing رح الجملة الاربع you are going وللاخير وعندي how long رح اكتب how long have you دائما اكتب لي هالاربع كلمات how long have you هل الفعل من المجموعة لا مو من المجموعة فرح احاول تصريف اكتب نون حسب الكتاب بس بالوزارة بعدين ما سووا هذا رح احجي جملة احتيادية حسب الكتاب هذا الفعل يعني مو يعني هذا الفعل هنا بها الجملة وبشكل عام ما يكون نهاية الجملة يعني هذا الفعل لازم احنا نضيف بعد اما هم او هير هيش للاحتياط ليش لاندي يقول اللي رح تلتقي بصديق ابن عمك ابن خالك فالتسئلة صال لك اش قد تعرف تعرف من بين فلازم هذا الفعل يحتاج مفعول به وممكن انت الكازن ممكن مذكر ممكن مؤنت لأنه ممكن ابن او بتعم ابن او بتخال فبالحالة صال اش قد تعرف ها صال اش قد تعرف ها فهذا الفعل اكتب انت نضيف هم او هير بعد هذا الفعل هيش للاحتيار بالوزارة جابو هالنو بس كاتبين يعني من ضمن الاسئلة عاد يعني ما عندي مشكلة فانتو خلوا ببالكم اذا شفتوا نهاية الجملة ضيف هم او هير ايش مجرد تكملة فرح نكتب هير هم وعلامة الصغر الجملة الاخيرة رح نجعلها هاو لونج هاو يو اروح للفعل هل من ضمن المجموعة لا مو من ضمن المجموعة اذا رح اكتب بين واضيف للفعل ing احنا حتى يبين عندي شون الفرق اول جملة طبعا تلتقي بصديقي تعلم اللغة اليابانية منذ متى وانت تتعلم اليابانية الثانية تلتقي بطيار اسأله صار لك منذ متى وانت طيار ثلاثة تلتقي بشخص كاتب اسأله منذ متى يكتب انت رح تلتقي صديقي من عمك صار لك تعرف ها و اختك تطبخ مجغولة فتسأله صار لك قدر الطبخين واكيد رح تبتشي وتقول لك ليه الثانية ممحضرة وانتوا جاهزين واموركم عدلة بس انا حارة بالطبخ انتهى تمرين هولونغ بسيط وسهل وما بي مشكلة انا بالليونة خمسة ما رح يعني شون نقول بطريقة اخرى التمرين من اكملة ما احل وزارياته وزارياته طبعا موجودة تقريبا من نهاية الملزمة من نهاية الليونة الخمسة العفو تقدرون تشوفوا تمارين او وزاريات هولونغ مكتوب عليها مثل هذا العنوان يعني الاصفر نفس هاي فوقها حاول تشوف حاول تشوف الطرق الموجودة بي انا بعدين ارجع احلهم كلهم في فيديو كامل هذا الفيديو تحت المكتوب يعني تمارين المضارع التام البسيط وعدنا تمارين المضارع التام المستمر لاني وزاريات اقصد موجودة هذي الاسئلة حاول تحلها وتتأكد منها بطريقة اخرى او تنتظر لمن ينزل فيديو حال هذه الوزاريات شوية رح نغير النمط بعد ما كو بكل محاضرة الوزاريات مالتها حاول اجمع تلقى كل شي جاهز اوكي يجوز قصر منكم يضوج ليش ما تخلي بنفس الفيديو لكن انا افضل هذا شي شوي يونت خمسة مزعج ممكن هذي مناخذ يونت سبعة ويونت ستة لنرجع نحل الوزاريات بس يونت خمسة للامانة يرادش شوي واحد ينتبه له وده تشوفون تقريبا هو يمكن هذا تمرين الاخير اللي احنا نكون من عندنا نضيف فاعل ونضيف فعل او نضيف شون اللي تحتاج الجملة بالاول والاخير ارجع وان اقول ان شاء الله شرح بسيط وسهل وفهمتو وما عدكم اي مشاكل ونشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم